السلام عليكم مع إيلة يوسف الثانية مرحبا بكم في الفيديو الجديد الذي نعتدر أولا أننا نتأخرنا كثيرا 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 بشأننا نصلعون وضروب تخطينا من جموعة المواضيع لم تتحدثنا عليهم أبرزها الأخبار التي تلعات في البداية لأن ميسي سيجدد وشوية مجدد والراحيل والمؤتمر الباريحة والمباراة البارسلون الأخيرة والمباراة البارسلون الباريحة أمام اليوفي في أسغامبر التي تفوقت في بارسلوني أداء ونتيجة طولا وعرضا إبداعا مهارة استحوادا تمريرة تقتيكا كل شي كل شي كل شي ربما تلك المباراة ستكون أما نقوله ستكون الحباية التي تمكن أن تهدن جميع الجمائر البرسلونية بعد النكبة والحزن والميسي والبوكاء ونظر على شي كامل سوف نتحدث عن هذا المواضيع كلها في هذا الفيديو سأعطب هذا الفيديو فكل ما يتعلق ببرسلونة والاستعدادات والميسي وما سوف ينذهب إلى بارسلونة وماذا سوف يتشجعون وماذا سوف تشجعون وماذا سوف يتشاهد بارسلونة وفي حين الزمائية بارسلونة وانت بارسلونة بعد ما خطفت من نايمار وفينالدوم وخطفت من العديد لعائبين سأرى هذا الكلام وسأضغره على هذا الكلام ونبدأ الفيديو مستشعون أولاً سأضغرنا ميسي لماذا سوف يتشعون بارسلونة وسبب الان وسبب الان لماذا تشعر الى الصورة لماذا تمتشعون والسبب الحقيقي لماذا سوف يتشعون بالنسبة لي ت darkest 1 ماذا سوف يتشعون إذا ً ماذا سوف يتشعون أيضاً ميسي تفرج في المبارية أم تشاهد المبارية تحذيرها بارسلونة وشاف نفس الاداء ومكيش تطور وغباء دفاعي من بيكي و ام تي تي نعم بيكي البارحة قدم مباراة كبيرة ولكن المباراة الاعدادية كان بيكي سيئ جدا ام تي تي ايضا سيئ جدا الشباب مازال ما عنده مش تقف النفس مازال ما تقلموه شخصه مازال واحد سنتين تعال انتظار وميسي ممكن انه ينتظر ايضا بعد المطالب دي الميسي اللي كانت واضحة على رأسيها المدافع روميرو وعلى رأسيها الحارس دي الارجنتين وعلى رأسيها ايضا يتعاقضوا مع مواجه من ستا سبر ستار بحال هالاند بحال مبابي مهم مواجه من قناص بحال اصحار باما جابوش يعني هذا الشي كامل كانت اسبابي لانه قبل ميسي البارحة اطلع في اللقاء الصحافي وهضر لي مقلم بلي نتعشيت مع لاب بورتا او ذهبت الى العشاء مع لاب بورتا بعد الفوز ديولو بالانتخابات وتحدثنا على مجموعة الامور واتفقنا ما whoa! من ميقوعة بهذا المجتمع كم تصتعب مؤ 업له من المشكلة المغموعة من المغموعة البورتا من خلاص كي التضجون من خلاص whole team هذا ticker فأنا اللي بلية المباراة التي خسرت فيها برسلونة معاريد بول إثنان الواحد نظن نعم بهدف السجلو براتويت ذلك المباراة بالدت كانت منعرف منعرج الأخير لأن ميسي خلاص لا يزيد شيء آمن و أفكر أنه ممكن مع برسلونة يكمل و يزيد و يزيد و يجب معه لأنه ما زال الفريق خصو سنتين ثلاثة باش أنه يتقاد و يعود لأنه يكون فريق قوي و منافس بالفعل ميسي كان يجدد ولكن بعد ذلك المباراة بالردبول و الأداء و أيضا لم يجبوا للاعبين و يرى أنه يعود نفس السنة و يعودين نفس فشل في فشل فأرتاقه و لابورتا أنه يتفق وديا لابورتا يلمع ميسي بينو و أنه لم يستطيع أن نستطيع معه و يمشي بطريقة للجماعير كلها تحتارمه و كلها تقدره و حتى جمهور من كتالونيا و برسلونة أنه يحقق على ميسي بالعكس و يقولون لأسف لا يستطيع أن يجدد معنا و أيضا لابورتا يخرج منها و يخرج من المشكلة لكي لا يحمل المسؤولة أنت الرئيس الذي وعدته للجماعير في الانتخابات أنك ستعاقد مع ميسي فمن يأتي للمرحلة الحسم و مرحلة التطبيق لم يجدد مع ميسي يعني يأتي من الأطراف هنا و يخرجون فائزين و يخرجون و ليس خسرين من أن الجماعير يتهمون بالأصابع فنظر أن هذا الاتفاق بين ميسي و لابورتا أنه يخرج بطريقة التي يكون فيها منتصر و لابورتا منتصر و برسلونة منتصر و بالفعل أنا بالنسبة لي كجمهور برسلوني أريد أن ميسي يذهب و قلت لها لأنه يريد أن يبقى ولكن بما أنه يذهب فبالعكس برسلونة ستخدم سوف نرى الموايب أنه لا يمكن لعبين في مكان ميسي لا يمكن أن يلعبون بحل ديمير بحل كوياضو بحل كريزمان لأنه سيجد ثلاثة أدو سيجد فرصة أنه يتلقى في هذا المركز الذي كان يلعب فيه ميسي فميسي رحل أدية خلاصة و رأينا المؤتمر عادة ندر على بارسا مع اليوفي و ندر على ما يمكن أن تدر بارسا ميسي رأينا في المتأمر البالح أنه يجعب على أثئلة و كيبكي و قلي و رأينا الدموع 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 الممكن أن ترى أكد بلدك اللاعب لا يريد أن يرحل كيبكي بحصر دخل في البداية قبل ما يهدر بك قبل ما يهدر بك و فوصت الكلام بك و في الأسئلة بك و شفتوكي في النوقع لأنه اللي يعجبني بالحق أخوتي في ميسي صراحة هذا نكون جيكم واقعي أنه ما تقول أنه ما قدمت لبارسلونة ولا قدمت لي ولا أنا واعر ولا أنا دي ولا أنا أفضل لعب التاريخ لا تقول قدمنا لبعضنا يعني أنك ينسب أن تعاون مع البرسا والبرسا تعاونت معه ركز معي جيدا أي لعب مكان ميسي يقول لك أنا أعطيت له إضافة و هادي تروا عليها و تردوني و هادي و خدعوني لا تقلق الكلام ميسي قال أعطينا لبعضياتنا تعاوننا لبعضياتنا تعاوننا لبعضياتنا ساعدنا لبعضياتنا كمّلنا بعضياتنا يعني يبقى لك أنه بارسل لا يعتبر أنه أفضل من بارسل ولا يعتبر أنه بالعكس هو غير أعطي الله بارسلونا و كيف ما يعطيته خلاص سهلا لبعضياتنا قال لك بارسلونا أفضل في التاريخ قال لك أنه في السنتين يريد أن ألقها من حقه لا أعرف على المشكلة كيف يقال لكم السبب يقول أنه لم يصلنا إلى الاتفاق و يقول لكم أنا لاب بورتار أقال لكم السبب يعني يتطرب أنه يدر في السبب الرئيسي وبالفعل السبب يظهر من هنا الواحد عام يظهر يظهر و ماهو استقالات من الإدارة بارسلونا و ماهو أشخاص لا يريد أن يسي و ماهو أشخاص لكيبكيو أمام الكامپنو و ماهو أخوتي ثلاثة أيام أو أربعة أيام صراحة ماهو أشبت هنا في الحزن في كورة القدم ستقول لي موت مارادونا ستقول لي راحي كريستان رولند ستقول لي راحي رونالديني ستقول لي إعتزال إني ستاتيك الليلة ستقول لي راحي لشافي ستقول لي ليلى تطي في الملعب ماذا تطي في الملعب يعني المجماهير يعني يدعوه من الملعب و مكان تحزين أكثر من هذا الرحيل لماذا؟ لأن هذا تعتبر أفضل لعب في التاريخ والدلع على هذا أن مجموعة هذه الرياليين توصلت معهم حاليا سوف نسجع ميسي يعني لم يكن المشكلة لهم أن ميسي لا يريد أن يعترفوا به أفضل لعب في التاريخ لا يريد أن يعترفوا به لأنه يلعب في برسلونة الغارة من ريال مادريد حاليا تأكدوا جماعير كثيرة من ريال مادريد أو كلهم سيسجعون ميسي و سيتفرجون في مباراة ميسي و سوف يدعمون ميسي في بارسلونة فهذه نقطة يعني متيرة للمسيرة ميسي أنه في الأخير يقول الإجماع عليك أنه أفضل لعب لا رياليين لا برسلونيين فنفتح واحد القوس لنقم المشكلة المباراة اليومي ميسي توقف أنه يدع الكؤوس و يدع الأصدقاء بالعناق و يدع اللاعبين كاملين في نفس المؤتمر لا يوجد الملعب بالرغم أنه يستحق ولكن القوس الذي أريد أن نفتح هنا القوس الذي أريد أن نفتح هو أن أنا كبرشلوني كان أعرف و أقول لنا بارسنزيرمان سوف تكون لعباة برغم أن نقرأ هذا الفريق سوف يتفرج فيه لأنه يوجد ميسي فهذا لا يمكن أن ترى دريم اللاعبين اللاعبين الأحلام راموس حاكيمي ماركينيوس دونا روما لانافاس باريديس دي ماريا لديك هيريرا لديك 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 فيراطي لديك في الأمام ميسي لديك إيكاردي لديك نايمار لديك مبابي لديك مويسكين لديك كل اللاعبين لديك لا يمكن أن تذهب للشامبيونس للك فبالفعل لديك الفريق وميسي حالياً هو في طريق باريس من أجل الإمضاء ثلاث سنوات وعام اختياري ف هذا هو القوس نعم سوف ننشاهد ميسي لأن بالفعل اللاعب هو لديك كرة القدم وليس سأصل لديك 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 أي عاشرة يجعلنا أن كل ميسي حيث لا يقترب ميسي ولننزل ميسي الغرف ما ننزل مباراة بارسلونة في المباراة البارسلونة بسبب المباراة الغرف ابدعم من مباراة بداعي أن المباراة وردنا أنهم بوادر أنه ستبدأ رقم 10 أو دقيقة 10 في المباراة ستقول لي هي رمز لتحيير ميسي فهنا قتلكم قبيلة على شكل قبيلة أن ميسي سيخرج منتصر بالرغم من أنه يذهب فهذا الدليل الجماعير حينما بدأت تفكر أن الدقيقة 10 ستكون دائما هي احتفالية لميسي فهذا يعني حاجة زوان منها أو بادرة زوانة من الجماعير البارسلونية أنهم يتفقوا على هذه القادية رأينا أيضا صافرات السيجان على أمتيتي هذه الخارج الملعب ولكن دور الخصوة التقال لذلك نضع على المباراة رأينا أنه يدخل بالخطة المعروفة في فضل 4-3 وتماركز أو اختيار تاكتيكي جديد لديمير أنه لم يلعب هو الجناح اليمين لا يستيب العكس لعب مكان بيدري والمحور الثاني المزدوج للعب البارح هو روبيرتو وراء او ارتكاس بوسكيتس رأينا أيضا في الدفاع أروخو ببيكي الذي يدعون تنائية زوان ونزوان 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 وكانت منه إذا كان ببيكي سيصر أنه يلعب فلا يرجع لانجلي أو أمتيتي لا يلعبوا مكان أروخو على الأقل نرى لعب مكان أروخو ونرى لعب خبرة ببيكي تنائية فيها بوادر الإنسجام قليل 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 أيضا رأينا جوردي ألبا لعب وشفنا ديست جوردي ألبا كان البارح كاريتي بما تحمله الكلب منه عرضياته سيئة تمركزه خاطئ تمريراته تمريراته تطابع من السحر الوالي أو التمية عادية جدا بالعكس دخل البالدي شفنا السرعة شفنا الريتم تطلع في ذلك الجهاز فإذا كان رجل حقاني أو رجل يحب الحق فبالدي استحق الرسمي على جوردي ألبا بلا كثرة مجمالة بلا كثرة كلام فارغ بلدي يعني يخوف منظومه مراوي كيف أنه نشط في الجامعة مع ديب باي في الشوت الثاني عكس ديب باي القوة البدنية كانت كبيرة في الشوت الأول ولكن لم ترى تنائيته مع زردي ألبا كانت خرافية بالعكس ديب باي كان أفضل في الشوت الأول عكس الشوت الثاني كان معه بلدي أيضا شفنا الهجوم غريزمان الذي أدى مباراة لها بأسها بها دفاعيا موجوميا شوية شفنا بريتويت أيضا لمدار واهلو إلى أن نسجل الهدف ديب باي أخوتي ديب باي أخوتي بدأت أماتي في الجدول إحتفالية هذا اللاعب للعب مع بعض المباراة التحضيرية منه محتاج كاسغامبرس جددت الأهداف وإعطاء أسيست أو أسيستين فبكل صراحة هذا السيدة ممكن أنه يكون يولد دفل مقبل بعد ميسي وممكن أنه ينسي ميسي ودالع لها أنه أخذر بريتويت رقم 9 خلاص هي الرقم الرسمي لديب باي بعدما كان قبل بريتويت الآن يستحقه من فيه يستحق ذلك الرقم الأسطوري فـ 22 أيضا أخذ كنظم 22 أخذ من 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 نعم أخذ اللاعب لشفنا إمرسون رويال تدخل دار مباراة جيدة جدا بدأنا نرى منافسة بينه وبينه عكس الجيال اليسرى المحسومة أهل فقط الأعمال التي لا يريد أن يرى محسومة لبالدي إمرسون رويال تحرك جميل عرضياته وتحتفاومه مع غريزمان بوسكيتس مباراة أسطوري قائد كيف نتكلم له أنا سعيد أني القائد ونشكره ميسي واجش كامل فأخوتي لحظت البالها مأساوي رونالدو لعب 45 دقيقة كريستيانو لم يكن هناك أخبار كريستيانو رونالدو حزين على أن ميسي خطفل المكان في برسون زنوان الذي كان يمكن أن ينتقل الموسم مقبل هذا الكلام فارغ جدا برسون زنوان أريد كريستيانو ونستطيع أن يمسي الموسم مقبل فبارحة لم يكن هناك كريستيانو رونالدو فقط ضربت خطأ تصدى نيتون تصديت خمس خراف إبداع خروج في الوقت قطع الكرة تلاعب بسرعة الكرة باليد ما فهمتش وترشتيانو مصاب لا يمكن أن يبدأ الليجة لديه فرصة نيتو أن يلعب 5 أو 6 مباراة في الليجة ويزيد بصمع المستوى جبار لكي يعطينا منافسة قوية وما يبيعوش نيتو فهذا الشي اللي كان في المباراة والبارسة تفوز بتلاتة هدف مينفيس هدف البرهوش أو الفتى الصغير المدلل رقم 6 ريكي بولج شفتوا كيف أنه ستكور على طريقة مستبرج اللي يصرد ضعيفة دياله حتى في الزاوية البعيدة وهدف أسطوري فبكل صراحة بوادر ديال تشكيل فريق مستقبلي ولكن بلوش ممكن أنه يدي الألقاب هذا الفريق يالله يعني كي تصيب يالله تصبر عليه تصبر عليه تصبر عليه تصبر عليه تصبر عليه تصبر عليه إلى أن يأتي الفرج مسترحل سنرىه في بارسن زيرمان سنشجعه في بارسن زيرمان بالرغم أنه نكره ذلك الفريق ولكن أدشي اللي كان ونعتدر عن الغيبة طويلة وكانت من الفيديوهات الطويلة ونعجبكم الخلاص لما وقع هذا الأسبوع كان معكم أخكم يوسف في قناتكم تاكتيك يوسف السلام عليكم ورحمة الله